نحن اليوم على موعد مع ملوك حكم الأرض ومنهم من قال أنا الإله أنا إله الأرض أنا أحيي وأميت فكان من هؤلاء النمرود بن كنعان وكان النمرود ملكا جبارا متكبرا كافرا حكم العالم كله وهو أول جبار في الأرض ادعى الربوبية والألوهية وكان يقول أنا ربكم الذي يحيي ويميت أنا ربكم الأعلى وهو أول من وضع التاج على رأسه وهو أول من تعلم السحر على يد إبليس شخصيا فكان صاحب ملك عظيم وجيش جبار تخافه كل جيوش عصره وكان يقول أنا إلهكم الذي يملك الأرض وكان شعب بابل يعبد الكواكب والشمس وكان النمرود يعبد الأصنام ثم جعل لنفسه صناما وطلب من شعبه أن يعبدوه وفي يوم من الأيام كان النمرود يغتسل وحوله مجموعة من النساء فدخل عليه رجل أحدب وعليه ثياب سوداء فاستغرب النمرود كيف دخل عليه هذا الرجل إلى الحمام في القصر وقال الرجل بسخرية للنمرود أأنت من سوف تحكم الأرض ومن عليها؟ غضب النمرود غضبا شديدا وأمر الجنود بقتله وقتل جميع الجوار اللواتي كنا حوله بسبب الكلام الذي سامعنه من الرجل الأحدب وبعد أن صعد إلى غرفته وجد الرجل نفسه الذي قد قتل فتعجب النمرود فقال من أنت؟ قال أنا أمير النور يوم خلق النور فإذا أردت أن تحكم الأرض وما عليها يجب أن تراني على هيئة الحقيقية فتجسد بصورته الحقيقية فكان الشعر يكس جلده وكان عظيم البنية كان هذا الرجل هو إبليس وأمر النمرود أن يسجد له مقابل أن يعطيه القوة فكان هذا أول لقاء بين النمرود وإبليس وأول يوم يتعهد إنسي ببيع روحه للجن مقابل السلطة والقوة فأخذ إبليس يعلم النمرود السحر وكيف يسحر الناس ويملك الأرض وبعد أن تعلم النمرود فنون السحر أمره إبليس أن يقتل أباه حتى يتسنى له حكم البلاد والتوسع بها فتخلص من والده وقتله ليصبح ملكا جبارا متسلطا وساحرا قويا وأمر أهل المدينة بالخضوع له بصفته إلها ووضع تاجا ذهبيا على رأسه وقال عندما وضع التاج نحن ملوك الدنيا وظل جيش النمرود يغزو الممالك حتى أصبح النمرود ملك الأقاليم السبعة وكان النمرود يملك كل القمح والطعام في البلاد فكان الناس يخرجون ويطلبون الطعام منه وفي يوم خرج إبراهيم عليه السلام معهم ليختار الطعام مثلهم فرأى ملكا يمر بالناس يسألهم من ربكم فيقولون أنت ربنا حتى مر بإبراهيم عليه السلام فقال له النمرود من ربك فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي هو الذي يحيي ويميت فأجاب النمرود أنا أحيي وأميت من أشاء فأخذ اثنين من الرجال حكاموا عليهم بالموت وقام بقتل أحدهما وإطلاق سراح الآخر فقال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت النمرود وظهر عجزه للناس فمنع سيدنا إبراهيم عليه السلام من أخذ الطعام وفي أحد الأيام بينما كان القوم يحتفلون خارج المنازل ذهب إبراهيم عليه السلام إلى أصنامهم وكسرها جميعا إلا الصنم الكبير لديهم وسألوا إبراهيم عليه السلام من فعل هذا بآلهتنا فقال لهم لقد فعلها كبير الأصنام واسألوه فقالوا له كيف لصنم أن يفعل هذا وهو لا ينفع ولا يضر ثم أخذوا إبراهيم للنمرود فقال اجمعوا حطبا كثيرا وعملوا حفرة عظيمة وأشعلوا نارا قوية وكانت أعظم نار تقام في المدينة ورموا بها إبراهيم عليه السلام وتركوها أياما ليجمع رماد الرجل الذي تجرأ على آلهاتهم فوجدوا أن النار لم تمس إبراهيم عليه السلام فغضب النمرود غضبا شديدا وبدأ الناس يؤمنون برب إبراهيم عليه السلام فطلب النمرود من إبليس أن يساعده فحينها قال له إبليس إن إبراهيم شيطان من الشياطين لذلك لم تمسه النار ولم يخبره أنه نبي مرسل فقال النمرود ما الذي يملكه إبراهيم ولا أملكه أنا فقال إبليس إنه لا يملك شيئا غير الحيلة أعلن النمرود تمرده على حليفه إبليس فأرسل الله له ملكا من الملائكة ليعلن إسلامه ويؤمن بالله ويبقى على ملكه فقال له هل هناك رب غيري فأرسل إليهم ملكا آخر فرفض وأرسل إليه ثالثا فقال له أن اجمع جموعك في ثلاثة أيام فجمع جنوده فأرسل الله عليهم جيشا من البعوض أكلت من لحومهم وشربت من دمائهم وتركتهم عظاما بالية ولم يبقى سوى الملك النمرود الجبار فأرسل الله عليه بعوضة دخلت من أنفه إلى دماغه فلا يهدأ النمرود إلا إذا ضرب بالمطارق والأحذية وكان يطلب من جنوده أن يضربوه وظل يتعذب لسنوات طويلة ويقال إنه تعذب مدة أربعمائة سنة ظل فيها يضرب بالمطارق والأحذية وهي نفس المدة التي حكم بها هذا الحاكم الجبار ومن بعدها مات جنونا من كثرة الضر شكرا لحضراتكم على مشاهدة الفيديو وأرجو أن لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك في القناة